أكد البيان الختمي للقمة التشاورية لزعماء وقادة الخليج على تأسيس علاقة طبيعية مع إيران على أساس عدم التدخل وأعلن البيان عن مؤتمر للمعارضة السورية يقام في الرياض لرسم ملامح مرحلة ما بعد الرئيس السوري بشار الأسد والتأكيد على حل سياسي في سوريا بما يحقق رغبات الشعب وفيما تناول البيان الموقف الخليجي الموحد إذا عدد من القضايا التي طرحت على مائدة القمة جدد العهيل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز التأكيد على أن عاصفة الحزم في اليمن جاءت لتجنيب الشعب اليمني المزيد من الانزلاق نحو الفوضى والاقتتال ودع الملك سلمان في كلمات نفتح بها أعمال القمة الخليجية التشاورية الخامسة عشرة إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير الخاص باليمن وأعرب الملك سلمان عن ترحيب دول مجلس التعاون بمشاركة جميع الأطياف اليمنية في مؤتمر الرياض الذي سيُعقد تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي منذ صف الشهر الجاري وأعلن في هذا الصدد عن تأسيس مركز الإغاثة الإنسانية للشعب اليمني مركزه الرياض مشيرا إلى استمرار الجهود التي تبذل لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني ومنها تصحيح أوضاع اليمنين غير النظاميين والسماح لهم بالعمل في المملكة وتطرق الملك سلمان في كلماته إلى الملف النووي الإيراني والاتفاق الأخير الذي توصلت إليه طهران مع مجموعة خمسة زائد واحد حيث أكد على ضرورة ضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني وخلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل سمو أمير الكويت أكد في كلماته في القمة على ضرورة صياغة ورقة خليجية موحدة يتم فيها تحديد المخاطر وتجسيد التحديات لوضع رؤية مشتركة لطريقة معالجتها من منظور خليجي الرئيس الفرنسي فرانسوا هولندا الذي حضر القمة كأول رئيس غربي في تاريخ القمم الخليجية أكد من جانبه على أن بلاده ستظل حليفا قويا لدول مجلس التعاون الخليجي لافتا إلى أن فرنسا لن تتردد في استخدام القوة العسكرية دفاعا عن أمن الخليج